شكل يوم الحادي والعشرين من سبتمبر عام 2014 محطة فارقة في تاريخ اليمن وحياة اليمنيين فأنذاك انقلبت ميليشيات الحوثي على الحكومة اليمنية الشرعية واحتلوا العاصمة صنعاء واستولوا على السلطة ومنذ ذلك اليوم دأب المتمردون على تدمير اليمن اجتماعيا وسياسيا وأمنيا واقتصاديا وتسببوا بخسائر بشرية فادحة مع وصول عدد الضحايا الذين سقطوا من جراء انتهاكات الحوثيين المدعومين من إيران إلى ستة ألاف قتيل مدني وتسعة ألاف مصاب ميليشيات الحوثي مشاهدين تسببت كذلك بما وصف بأكبر كارثة إنسانية في العالم فقد وصل نحو ثمانية ملايين يمن إلى حافة المجاعة مع توثيق تقارير دولية عمليات نهب ميليشيات الحوثيين لقوافل المساعدات الإنسانية ومنع وصولها أيضا للمدنيين المحتجين فضلا عن حصارها المدن واستخدامها الموانئ لاستقبال الأسلحة المهربة من طهران ودمر الانقلابيون البناء التحتية في البلاد نهبوا خزائن الدولة لتمويل حربهم ضد الشرعية وامتنعوا عن دفع رواتب موظفي الدولة وهو ما تسبب بانهيار الخدمات الصحية والدشار الكوليرا التي قتلت أكثر من ألفي شخص أبلغت عدد حالات الاعتقال التعصفي والتعذيب والإخفاء القصري التي نفذتها ميليشيات الحوثي نحو أربعة ألاف حالة كما عمد الانقلابيون إلى تجنيد أكثر من ألف طفل في حربهم المدعومة إيرانيا ضد الحكومة الشرعية وسعيا منهم للاستمرار في تهديد حياة المدنيين حتى بعد انتهاء الحرب زرعت ميليشيات الحوثي نحو مليون لغم أرضي عشوائي ومئات الألغام البحرية حتى التي قتلت وشوهت مئات اليمنيين كما هددت حياة الصيادين وأمن الملاحة الدولية محاولة تدمير النسيج الاجتماعي والثقافي كان أيضا من أهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية التي وثقت بعض التقارير اعتدائها على ممتلكات ثقافية وتاريخية وتحويلها المدارس لثقنات عسكرية وتغييرها المناهج الدراسية لإكسابها طابعا طائفيا يتوافق مع أيديولوجية الحوثيين المتطرفة اشتركوا في القناة